جرائم قتل متعددة ضحيتها من النساء هزت الرأي العام في تونس جعلت المنظمات النسوية تطلق صرخة فزع حول تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة وما قد ينجم عنه من جرائم اعتداء وقتل ما لم تتمكن السلطات من الحد منها كما لم تقدم وزارة المرأة الأرقام الرسمية حول عدد هذه الجرائم وعدم تفعيل القانون الثامن والخمسين المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مقتل وفاة سبيعي على يد زوجها هذه ثلث حالة متع قتل النساء في مينيسيد اليوم في الكيف في ظل صمت كامل الدولة سيئة اليوم وإخلالها بوجي بيتها حول تطبيق القانون عدد ثمانية وخمسين وتضع بعض المنظمات الحقوقية مراكز إنصات ومتابعة للحالات النسائية من ضحايا العنف والمهددات بالقتل فيما تدعو مبادرة أوقف قتل النساء التي أعلنتها العشرات من هذه المنظمات إلى إقرار استراتيجية حكومية للحد من نسب العنف الزوجي خاصة الدولة تحمل مسؤوليتها وتوفر المكانية المادية لبجي الذي يجب أن يطبق القانون الثمانية وخمسين وهو قانون عنده قريب خمسة سنين وما نجمناش نخدم به كوريكتوما ثاني حاجة أنه تخرج الأرقام الرسمية فيما يخص قتل النساء في إطار العلاقات الزوجية وشهدت تونس حوادثة مماثلة لنساء تعرضن للعنف والقتل شغلت الرأي العام وأثارت الجدل مجددا بشأن وجود قوانين تدافع عن حقوق المرأة لا يقع تطبيقها على أرض الواقع أوقف قتل النساء مبادرة نسوية تتبنها بعض المنظمات الحقوقية في تونس على خلفية تفاقم ظاهرة العنف المصلة على النساء والذي يصل في بعض الأحيان إلى جرائم قتل مقابل صمت السلطات التونسية عن إيجاد حل للحد من هذه الظواهر وتفعيل القوانين الخاصة بحماية المرأة نجلة أبو غريس الغد تونس